موسيقى الإعلام لم يتردد في وصفها بحرب الشوكولات العالمية تلك التي تدور رحاها ما بين الدول المنتجة للكاكاو وكبريات شركات العالمية المنتجة للشوكولاتة كيف ذلك؟ غانا والقدفوار وهما من أكبر الدول المنتجة للكاكاو قررت شهر أكتوبر الماضي فرض رسم ثابت يقدر بـ 400 دولار للطن الواحد تؤديها الشركات المقتنية على أن تخصص هذه الأموال لتحسين وضعية مزارع الكاكاو في البلدين والذين يعانون من وضع مزري لا علاقة تجمعه بفخامة منتجهم كبريات الشركات المنتجة للشوكولاتة عالميا اعتبرت أن هذه الرسوم باهضة للغاية وفي محاولة منها لممارسة ضغوط على الدول المنتجة قامت بشكل غير متوقع بشراء كميات كبيرة من الكاكاو من خلال سوق العقد الآجلة ومن دول منتجة منافسة غانا والقدفوار ردت باتهام هذه الشركات بالتهرب من مسؤولياتها الاجتماعية وعلقت جميع برامج الاستدامة لهذه الشركات في خطوة قد تضر كثيرا بالمبيعات وبمصالح هذه الشركات وصورتها الاشهارية والاجتماعية عالميا كبار والمصنعين العالمين للشوكولاتة عبروا عن أسفهم لقرار كل من غانا والقدفوار واصفين التبريرات المقدمة والتي نفوها بالمزاعم معتبرين أن هذه الاتهامات أضرت كثيرا بسمعة المصنعين وهم الذين يواجهون بالأساس ضغوطا متزايدة واتهامات بإزالة الغابات وعمالة الأطفال والفقر هي حرب الشوكولاتة إذن تلك التي يحركها تضارب المصالح الاقتصادية وتلك الاشيماعية كما قانون السوق العرض والطلب فمن سيكون المنتصر؟ وهل سيكون للوازع الاشيماعي والإنساني حضور عند الحل؟ ترجمة نانسي قنقر